كذلك الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ المصري من القاهرة الدكتور أهلا وسهلا بك بداية يعني هناك عجلة للدبلوماسية العربية ومن ضمنها كذلك مصر ودولة الإمارات على وجه الخصوص ما هو الأثر الملموس لهذه التحركات أنا أعتقد أن دخول المساعدات ودخول كل هذه الشاحنات هو جهد عربي مصري إماراتي عربي مشترك للضغط على الدول التي تؤيد إسرائيل لدخول هذه المساعدات دعونا نتكلم عن أننا قبل أسبوع من دلوقتي كان كل أمننا أن تدخل هذه المساعدات التي هي عبارة عن أدوية وأغذية وما إلى ذلك في الوضع المأساوي الموجود في غزة الأمر الثاني عقدت قمة القاهرة للسلام وحضرها طبعا الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد وعدد كبير من القادة ونجحة الدول العربية وطبعا الرئيس الفلسطينة عرسون ونجحة الدول العربية أن هي تصدر للخارج الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة لأن إسرائيل كانت مصدرة في الأيام الأولى صورة مغايرة تماما لما يحدث في غزة الأمر الثالث وهو نجاح المجموعة العربية أن هي تدخل قرار في الأمم المتحدة وتنجح في التربيد بعد أن فشل أكثر من قرار في مجلس الأمن فاستطاعت المجموعة الدول العربية أن هي تدخل قرار ومن طبعا الحاجات الموجودة أن الإمارات ممثلة في مجلس الأمن وبالتالي استطاعت المجموعة العربية أنها الأردن طبعا هي التي كانت تقدمها لكن كل المجموعة العربية ساهمت في الضغط على الدول الأخرى للفوز بقرار وقف الهدنة في الأمم المتحدة وأعتقد هذا نجاح النجاح أو العمل حاليا يتم على موضوع الهدنة وأن نخرج الهدنة من مجرد قرار أممي ليس إلزامي إلى فعل حقيقي وخاصة مع تزايد الغطرصة الإسرائيلية ومع تزايد التجاوزات الإسرائيلية نلسى شايفين ما حدث في جباليا من انتهاكات للمدنيين وضرب للمدنيين بشكل عسيف أعتقد أن المجموعة العربية نجحت في الفترة الماضية أن على الأقل للعالم حتى الآن يعلم ما يحدث في غزة أعتقد أن في الأيام الأولى ما كانش هذا التأييد موجود دوليا أعتقد أن حتى خطاب بعض الدول الكبرى بدأ يتراجع بسبب ضغط المجموعة العربية وإعلانها وفتحها لما يحدث في غزة نحن محتاجين خطوتين نجحنا في خطوة المساعدات والأدوية الخطوة الثانية هي الهدنة الخطوة الثالثة هي البحث عن سلام شامل وعادل وحل شامل بإقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وأعتقد أن هناك معربية في الرياض قريبا للضغط أيضا دوليا على الدول لمساعدتنا في هذا الأمر